الحكومة القرغيزية فسخت هذا ثلاثة اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة خاصة بتسهيل مرور البضائع وجاء هذا القرار بعد ان اعتبرت باشكيك ان منح وزارة الخارجية الامريكية لعظيم جان عزكاروف جائزة المدافع عن حقوق الانسان يمثل تهديدا لوحدة الشعب نعتقد انه عندما يتم اتخاذ بعض الاجراءات ضد تعزيز السلام والانسجام العرقي في بلدنا وعندما لا تتطابق الاوضاع الناجمة عن ذلك مع المصالح الوطنية للبلاد فاي مساعدة من دولة اخرى تفقد قيمتها المحكمة العليا القرغيزية كانت قد اصدرت ضد الناشط الحقوق عزكاروف حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة التحريد على الكراهية العرقية ونتجة لهذا تفقد الولايات المتحدة حليفا هاما في المنطقة وتتميز العلاقات الامريكية القرغيزية بالفتور منذ قرار قرغيزيستان اغلاق القاعدة الامريكية التي كان مقرها في مطار ماناس بالعاصمة وحسب البيانة الرسمية التي اصدرته الحكومة فالاتفاقية التي وقعت عام 1993 لن تكون سارية ابتداء من 20 اغسطس ابل مقبل اشتركوا في القناة